قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي أن الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الأسماء المطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار وأضف عبدالقوي أن الاجتماع السادس عشر يأتي بعد الانتهاء من مناقشة محاور الحوار الوطني الثلاثة الاقتصادي والسياسي والمجتمعي لبدء الجلسات الفعلية للحوار خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماع مخصص عشان نحدد الأسماء المرشحة لحضور جلسات اللجان كلها 19 موضوع الأسماء المرشحة جات من الجهات المعنية سواء الأحساب أو مؤسسات المجتمع المدني أو المجلس الأمناء نفسه أو شخصيات عامة أو مقدمية مخترحات احنا هننقش كلام ده كله النهاردة ثم نسكن الزملاء أو الأعضاء أو المرشحين عشان يحضروا جلسات الحوار اللي ان شاء الله تنطلق يمكن خلال الأيام القرية القادمة يعلم عن جدول الزمني اللي هيحدد قريطة طريق سواء المحول السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي